تحياتي إلى كل الأحراري في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات ابتداء من اليوم سأشرع في سلسلة من المدخلات تتعلق ببرنامج سميته خدم عقلك والفحوان تعوي هو يعني خدم عقلك بمعنى أنه فكر قبل هو أنك تتخذ موقف أو تتخذ قرار وربما تندم عليه المهم أنت خدم عقلك قبل ما تتخذ موقف معين بناء على أشياء ربما خاطئة ربما قد تذرك ربما قد تسيء إلى آخرين وربما هو أنك لما أنت تتخذ هذا الموقف في الوقت الخطأ أو ربما تتخذ هذا الموقف في المناسبة الخطأ راح فيما بعد راح تترتب عليها أشياء راح تذرك أنت في نفسك وربما تذرك العائلة أنتعك وربما تذرك المحيط أنتعك بالتالي هو أنك قبل ما تتخذ هذا الموقف قبل ما تتخذ هذا القرار فكر خدم عقلك وفكر قبل ما تقرر إذن هذه السلسلة من المداخلات تتعلق بمواضيع مختلفة اليوم ارتأيت هو أن أتحدث في موضوع أنتع الاتصال لأن هذا الموضوع أنتع الاتصال هو موضوع بمثابة المفتاح إذا كان عرفنا نتصل مع بعضنا البعض كثير من الأخطاء وكثير من الأشياء التي تتعلق بسوء التفاهم راح تزول إذا كان نوعياً تعلق الاتصال معيش مليحة بطبيعة الحال راح يبقى هذا الجو هذا المليء بالشتائم والمليء بالقرية النقص والمليء بالزعاف والمليء بالحقد والمليء بالحسد والمليء بكثير من الأشياء التي هي مرتبطة أساساً بالبداية تعلق الاتصال إذا كان الاتصال مليح فيما بعد راح يفتح أفاق مليحها ويكون وسيلة من الوسائل التي يتأدي فيما بعد إلى التواصل الإيجابي التواصل المثمر التواصل الذي راح يقودنا إلى المعارف ويقودنا إلى العلوم يقودنا إلى الأخوة ويقودنا إلى التسامح يقودنا إلى كثير من الأشياء إذا كان الاتصال مبني على قرية النقص ومبني على الخلفيات ومبني على الزعاف ومبني على النقير ومبني على الظن فيما بعد راح رايحة فيما بعد تنقطع هذه السبول إلى التواصل إذا الاتصال مهم جدا لذلك قررت أن أفرد هذا الموضوع بمداخلة وتكون هي البداية نتاعي في هذه السلسلة من المداخلات التي سميتها تحت عنوان هكذا خدم عقلف كان فيه شباب مع الأسف الشديد ربما منهم اللي عمروا ولا خرج يعني من الولاية نتاعوا أو ربما خرج شاف ولاية أو ولايتين وكان اللي ربما عمروا لا خرج للخارج وربما عمروا لا سافر بالتالي تنقصوا تجربة وهذا أمر طبيعي وكما تعلموا نحن الآن في إطار هذه العولمة فيها أشياء إيجابية وفيها أشياء سلبية ونحن في ظل هذه التكنولوجيا حيث السرعة يعني ناس درك مثلا الآن لو تكتب له كتاب ربما ما يقراش لكن لو كان تكتب له مثلا عبارة أو عبارتين يقراها لماذا؟ لأنه يبحث على السرعة ما قل ودل وبالتالي يذرك لابد هو أنه الإنسان يخاطب الناس قدر العقول تهم يعني الإنسان اللي ربما هو عايش في مرحلة بحيث هو أنه ما كانش موجود الأنترنت وما كانش موجودة هذه التطبيقات هذه اللي سابليكاسيون اللي رأها موجودة الآن في الهواتف النقالة هذه الهواتف الذكية مش هو الإنسان اللي الآن رأه يعايش في ظل هذه التكنولوجيا وفي ظل هذه الاتصالات اللي رأها موجودة بأجهزة مختلفة الإنسان اللي رأه هو ذرك الآن يمشي ويعرف الكاميرات وإن رأها منصبة ويعرف الوسائل أنت تجسس موش هو الإنسان اللي رأه ربما ما زال ما يعرفش حتى يغسل وجهه أو ربما ما يعرفش حتى يحزم سر والتاعه بالتالي إذن العقول لتاع الناس تختلف كين اللي رأه يعطاله ربي عقل بحيث هو أنه يمشي ربما بلاد وكين الإنسان اللي ربما رأه عنده عقل تاع ذبانها أو ربما عنده عقل تاع نموسها رأه يدور غير فقط في المستنقعات المهم إذن باختصار يعني حبيت باش نمر بعض الرسائل باش الإخوة والأخوات ياخذوا هذا الكلام بعين الحسبان إذن القدرة انتالي الاستيعاب تختلف من شخص إلى شخص بالتالي حبيت ندير هذه السلسلة من المداخلات وحبيت اليوم نتحدث في موضوع انتالي اتصال لأنه هذا الموضوع انتالي اتصال إذا كان فهمناه فهم صحيح كثير من المشاكل اللي رأها موجودة في الجزائر رأها رايحة تتحل لأنه مع الأسف شديد كثير من الناس هما يلقيوا باللوم على الآخرين ولكن عمرهم ليحاسبوا نفسهم عمرهم لكان يشوفوا رواحهم كيف شرهم هما يتحدثوا مع الناس وبالتالي رأها رايح يوقع سوء تفاهم وربما هذا السوء تفاهم اللي رأنا راح نثني أيضا في المستقبل إن شاء الله راح ندير له مداخلة أو مداخلتين إذا كان وقع هذا السوء تفاهم رأه رايح مع مرور الوقت رأه رايح ربما يأدي حتى السراعات إذا كان بقى هذا السوء التفاهم رأه مستمر وبقى في حالة تصاعدية رأه رايح فيما بعد رأه رايح يأدي إلى تصادم والتصادم رأكم تعرفوا تدعية تعوجهية إذن اليوم رايح نبدأ بالمداخلة اللي تعلق بالاتصال تعرفوا باللي كما تحدثت لكم منذ قليل هو أنه كان هناك يعني اختلاف في قدرة الاستيعاب أيضا هناك اختلاف في المسألة تعالى الأعمار يعني الإنسان اللي رأه ذرك مثلا عمره 18 سنة موش كيف ما الإنسان اللي رأه عنده 50 سنة موش كيف ما الإنسان اللي رأه عنده 100 سنة الإنسان اللي رأه عنده مثلا المسألة هذه تعالى نظر بحيث هو أنه رأه يشوف 10 على 10 موش كيف ما الإنسان اللي رأه يشوف واحدة على عشرة أو خمسة على عشرة الإنسان اللي يراه يتحدث عدة لغات مش كيف ما الإنسان اللي ربما اللغة نتاعه اللي هي قال مثلا اللغة العربية ما يحسنهاش الإنسان اللي يراه وشاف العالم كامل مش كيف ما الإنسان اللي يراه من البلد ينتاعه ومخرجش الإنسان اللي يراه مخلط عدة برامج هذه اللي يراها تتعلق بالميديا مثلا يعرف برامج المونتاج برامج الصوت برامج القراءة يعرف التطبيقات هذه يعرف مجموعة من هذه التطبيقات اللي راه موجودة يستخدم عدة أجهزة تحت اتصال كما نقول عنده أكثر من 15 سنة 20 سنة هو في الانترنت بالتالي راه عنده تجربة موش كيف ما الانسان اللي راهه الآن فقط راهه تخلي الانترنت والآن راهه فقط راهه تخلي المواقع والآن فقط راهه اسمع بالفيسبوك والآن فقط راهه اسمع باليوتيوب ويجي هو يتحدث في أمور اللي ربما ما أعلمه لشبهها أصلا مرات يعني مثل انت شفت صورة عندها 15 سنة ويجي واحد يبعث هالك يعني بعد 15 سنة يبعث هالك كأنه اكتشاف جديد بالنسبة لي بالتالي ذرك المسألة انتع الاتصال تختلف من شخص لشخص كأن هناك ناس مع الاسف الشديد هو راهه في الحقيقة ما هو فهم فيها حتى حبا وحاسب رحه باللي يفهم مثلا يجي هو يتصل بك مثلا في هذا المواقع انتع التواصل سواء على اليوتيوب والله الفيسبوك أو تويتر أو أي موقع من هذا المواقع انتع التواصل انت ما تعرفه ولا شفته كاتب باسم مستعار ومرات حتى بأحرف ما تعرفوهش هو يتصل بك ماكش فهم حتى وعلاه راهو يتصل بك تخيلوا مثلا واحد يكتب لك مرحبا مرحبا هذه من المفترض الاكس ذرك الانسان اللي راه هو يرحب بواحد مثلا واحد يجيل واحد يجيل عنده للبيت يقول له هو مرحبا او مثلا واحد راهو عنده موقع لما هو مثلا يسجل واحد قال يبعث له رسالة سواء ان هذا الرسالة كما يقولوا آلية والله رسالة حتى يكتبها له قال مرحبا تقول له مرحبا لما هو مثلا يبعث لك رسالة يقول لك السلام عليكم يا فلان انا فلان الفلان ينسكن في المدينة الفلانية وراني حبيت باش نتواصل بك مثلا اذا عندك مثلا وقت حبيت باش نتحدث معك ولا تناقش معك في موضوع معين انت تقول له مرحبا كيفاش انت تتصل لك واحد ماك مفاهم حتى وعليش تتصل بي هو تقول له مرحبا وتنتظر على جلبش يجاوبك مرات واحد يكتب لك رسالة عبارة عن اسمه احرف قال مثلا اس ام زعمه اشغل السلام عليكم يعني اذا كان انت تستخسر كلمة تستخسر عبارة انت السلام عليكم او عبارة هكذا اللي تتواصل بيها مع هذك الاخ هذك كيفاش انت تنتظر باش يجاوبك مرات واحد يتصل بيك مثلا من اجل شكوى ويكتب لك مثلا رسالة مايش حتى انتعو ويكتب لك منقول منقول انت في من راح تجاوب انت راح تجاوب الشخص هذك اللي راه هو صاحب الرسالة والله اللي راه مرات هو واحد راه هو صاحب الرسالة ويكتب لك منقول مايفهمك حتى وعليها راه اتصل بيك لا راه اتصل بيك من اجل عجل باش تنشر له الرسالة ولا على جل باش انت ترفع تظلم انتعو هذك ولا على جل باش انت تتحدث معه في الموضوع ما راهوش فاهم حتى كيفاش يتصل او كيفاش يتواصل مع الناس وفيما بعد انت لما انت تتجاهله لانك انت راه عندك العشرات والمئات والالف انت عن الرسائل اللي راه تجيك يوميا ما تقدرش انت هو انك انت تبقى في هذه الحالة واحد يكتب لك السلام عليكم تقول له انت وعليكم السلام وتبقى انت قال مرحبا تقول له انت مرحبا وواحد يكتب لك هذك اس الام تقول له انت اس الام تبقى انت هكذاك في هذه الحالة يعني عندك اسرة تخليها عندك اشغال تخليها عندك ما لبليش انا مواعيد تخليها وتبقى انت مع هذ الناس هذو اللي ما راه مش فاهمين حتى كيفية الاتصال فيها ايضا بعض الناس بعض الناس يتصل بك هو راه في كندا والله في امريكا او العكس مرات يكون واحد في الجزائر هو راه يتصل بواحد في كندا او في امريكا او في دولة واحد اخرى وكان هناك العامل انت على الوقت بمعنى انه مرات تكون زوج عندك انت في الجزائر ولكن هما راه مازالهم راقدين او العكس مرات واحد يتصل بك هو الساعة السبعة او ثمانية انت على عشية وانت راه هو راه موعد انت على الفجر عندك بالتالي لازم الانسان لما يتصل بواحد لازم يعرف المكان اللي راه هو متوجد فيه يعني اذا كان انت تتصل في كندا مرات واحد راه هو يخرج من الخدمة انتعه واللي راه يتصل به هو راه يراقد او العكس لذلك لما انت تتصل بواحد لازمك تاخذ العامل انتع الوقت يشي مرات واحده هو يروح يخدم ومن بعد هو يخرج من الخدمة انتعه ويجي قصر ويقصر مع واحد اراه ربما راه رايح يضيع له نهارتعه يا اخي الكيرين راهنا في 2017 وعلى ابواب 2018 الطرق انتع الاتصال الان راه اختلفت اذا كان مثل في وقت سابق قال انت اراك مار في طريق خدم عقلك يا صاحبي انت اراك ماشي في الطريق وتقول واحد السلام عليكم توقف قدامه وتقول له مثل السلام عليكم ثم اذاك لما مايردش عليك وربما لكن انت اراك في الانترنت اراك في الفيسبوك حتى واحد تعرفه حتى وصاحبك حتى وجارك حتى وصديقك انت لما تتصل به لما تقول له السلام عليكم قل له لماذا تتصل به قال السلام عليكم اخي فولان اذا عندك وقت حبيت ان اتحدث معك لما تكون ما تعرفوش لا تقول له هذا الكلام لما ما تكونش تعرفوه على الاقل هو انك تعرف بنفسك مرات واحد يتصل به ويقول انت شكون كيفش انت تتصل بشخص هو ما يعرفكش وتقول له انت شكون انت لما تتصل بشخص هذاك سلام عليكم يا فولان انا فولان الفولاني من المدينة الفولانية ارى اني حبيت انتحدث معك في الموضوع الفولاني يا هل ترى عندك وقت يا هل ترى عندك متسع من الوقت على جل باش نتحدث في هذاك الموضوع اذا كان مفيش احراج لما تقول له هذاك الكلام حتى اذا كان راهوه عنده طريق حتى اذا كان راهوه عنده هو موعد يا سيدي ربما على الاقل يكتب لك رسالة يقول لك باللي انا حاليا راني منشغل وربما ان شاء الله اذا كان عندك وقت اه والله عندي وقت راني انتصل بيك تخيلوا ذاك النهار برك ربما الاخذارة او يتصل بيك تصل بيك عن طريق سكايب عنده ست سنين ولا سبع سنين وقل لي انا فلان وين نعرفك وين نعرفك التقيت بيك قصرت معك اه حكيت معك مع البالي شنان عمري لا شفتك الصور انتعك ما انا عرفهاش وانا عندي يراها عشرات الاتصالات يوميا وانا تتصل بشخص عرف روحك قبل قال انا الفولان الفولاني راني تحدث معك في موضوع فولاني وراني حبيت مثلا ان اتحدث معك في هذا الموضوع تعطيله نبذة تعطيله مختصرة تعطيله حاجة اللي تخليه هو يتحدث معك كيفاش انت تتصل بواحد واحد في فرنسا نعطي لكم مثال انا مثلا واحد من الناس واعوذوا بالله من كلمة انا وغير الكثيرون يعني مثلا ابناء القريان تاعي ابناء الحين تاعي ابناء العائلة تاعي العائلة تاعي كائين اللي ما اعرفهمش علاه لانك انت انا مثال واحدة من الافامي لما جيت خليتها في عمرها شهرين تخيل في عمرها شهرين الان عندي تقريبا 17 سنة يعني تخيل هذه البنت والله هذا الابن هذا اللي خليته انت في عمره شهرين راه في عمره 17 سنة اللي خليته انا في عمره 17 سنة شحال راه في عمره الان واللي خليته في عمره 20 سنة شحال راه في عمره الان اللي خليته في عمره عشر سنين شحال راه في عمره الان يعني اذا كان راك انت تتواصل معاه يعني كان هناك تواصل وربما حتى الان البرامج يقول لك الميزاجور التحديثات حتى باش انت تفلاشي هذه الصورة في الراس يعني لك هذا الشخص راك انت تتواصل معاه راك تتحدث معاه ولو مرة في السنة قال انت راك درت التحديثات هذيك ودرت انت الميزاجور وراك شخص هذا خلاص راك تعرفه بالصورة انتعه الحالية لكن الشخص انت اللي خليته في عمره شهرين كيف يرحم بابك راح تعرفه انت هو في عمره 17 سنة كيف هذا؟ انت لما تتصل بواحد راه ذوك عنده هو سنوات من الغياب كان بعض الاشياء اللي راهها تغيرت مثلا انت لما تتصل به هو راه المعلومات انتاعه وقال مثلا في المنطقة هذيك اللي كان ساكنها يا سيدي في الجزائر كامل هاي في الجزائر كامل ذوك انا قال مثلا انا نعرف الله جرون بوست في العاصمة نعرف هراني متخيل المنطقة هذيك نعرف قال مثلا السال الشارع الفولاني وشارع الفولاني لما انا كنت في العاصمة هذك المحل التجاري راه كان موجود والان هذك المحل التجاري راه غير مثلا التجارة انتاعه قال مثلا في الوقت هذك راه كان دير مثلا بيس دي طاشي مثلا دير قطع انتاع غيار الان هذك المحل راه يبيع مثلا في التليفونات انت لما تقول لي باللي راني امام المحل التليفونات انا ما نعرفوش انا نعرف المحل انتاع قطاع الغيار بالتالي انت لما تتصل بالشخص هذك لازم تاخذ هذه الامور بعين الحسبان مرات انت لما تتحدث مع واحد تقول لي انا ما نعرفش الحاجات حتى تعرفوا قلت معه وكذا لكن امور تغيرت امور تطورت هو يفهمها باللي انت رك تكبرت عليه او رك انت مكش حبي تهدر معاه ونجي ان شاء الله في البرامج انتاع قرية النقص ان شاء الله ندير عليها برامج هو انه واحد راه في الجزائر وانت رك في فرنسا يفهم ذاك باللي انت رك تكبرت عليه وكان اللي راه عنده قرية تعرف عقبة تلقص او من بعد انتا كل ما تتحدث معاه يحب يفهم باللي راه وفاهم عليك sitztфżżżżja وانتisin definite انه ساكن في الجزائر وانتسturلي الفرنسا اوانسonic اوانال جزائر وانتعرف كل ما تتكلم معاه يجيب لك حاجة المهم منفهم لانو عنده عقبة تلقص نظيف الجزائر رأيها ساكنتها في الراس نأتي لها إن شاء الله في تسجيلات واحدة أخرى وبطبيعة الحال لا نعمم رأينا نتحدث على الصنف من الناس إذن الإنسان خدم عقلك يا صاحبي هذا الطرق انت الاتصال ذرك مثلا مرات انت تتصل بواحد انت رأيك عندك مثلا تليفون آخر صيحة رأي فيه مثلا بعض التطبيقات كاين مثلا مرات تتصل بواحد الهاتف نتاعه ما عندوش حتى كيفش يتصل بالانترنت او مثلا تليفون تاعه قديم هاي نقولوها او مرات انت تتصل بالجهاز نتاعك بالورديناتور واللي رأيك انت تهدر معاه راه يهدر معك بهاتف التطبيقات اللي رأيها موجودة في الهاتف ما هيش موجودة في الكمبيوتر بالتالي مرات انت تشوف حاجة هو من يشوفها ايضا مرات كاين بعض الناس اللي هما يستخدموا هذه انتاع الاسمه هذه الاسمه المتصفح اللي يدخل به هو الانترنت قال مثل موزيلا والله قال مثل اكسبلور هذاك والله جوجل كروم والله كاين هناك الكثير من المتصفحات انتاع الانترنت ذرك هو وراء وداخل بهذاك المتصفح كاين فيه بعض المتصفح اللي فيها بعض اله الاشياء اللي يعني تضعف للمتصفح هذاك هو يشوف اشياء انت ما تشوفهاش وبالتالي لازم الانسان في هذا الوقت في هذا العصر لما يكون يتصل لازم يعرف هذه الاشياء لازم على الاقل تكون عنده كما يقولوا الابجديات انتاع هذه الامور تحت تكنولوجيا تخيل انت تحكي مع واحد دكتور والله العظيم حكيت مع ناس كاترة قاسة من بالله تقول انت يا مانيش عارفة نوش من عالم راه عايش فيه والله العظيم غير راس انتاعه غير مضرب الكاتنا في هذا الامور هذه انتاع التكنولوجيا وموش عيب ولكن يعني هو انه يوصل الانسان هو انه هكذاك فقط هو انه يتهم واحد وعلا هذا يعاني من الناس ما with the word يعني ده العبد الضعيف يعني كلنا نحن لدينا نتعلمه ضمن انهيا غير لي الانسان التواضي غير الانسان اللي بخلع على روحه والله غير كان المواقع التعليمية كان يراه اليوتيوب حتى الفيسبوك رهم الناس كان مرات حتى يديروا نقل مباشر ويعلموا في الناس سواء ما تعلق الامر بالمونتاج والله ما تعلق الامر بالتريكاج هذا اكتاع الفوتوشوب وبرامج واحد اخرى كثير من الناس اللي رهم ذرك يعلموا في الناس سواء في اللغات فيه اشياء كثيرة والله كان الناس حتى يديرين حتى نتعلم ميكانيك ميكانيك يعلموا نتعلم السبغة نتعلم بنتور في كثير من الاشياء رهم يعلموا في الناس غير الانسان اللي محبش يتعلم الانسان اللي يحب يطالع ويحب يقرأ ويحب يعرف والله العظيم غير الان الامر رهم موجودة كتب بالمجان والله غير بالالف انتع الكتب غير الانسان يقرأ برك غير طالع برك يا صاحبي ارانا فيه 2017 اول صورة نزلت في القرآن هي اقرأ دائما يدرها في الخطب دائما يدرها في الجمع دائما يدرها في الدروس ويحنا يا صاحبي تلقاه دكتور عمره لأهزه كتاب وقرأه يا صاحبي وراك رايح ومن بعد نتحدثون ونقولوا احنا الدول اطورت والدول راحت والدول هربت صح هو ما رهم اطوره بصحبه اطوره بالعلم اطوره بالدراسة اطوره بالتنظيم كيفاش في 2017 وعلى مقربة على ابواب 2018 ما زال يا صاحبي واحد يتصل بك جامعي درس في الجامعة ليسونس فيما فوق لا يعرف كيفاش يتصل عندما تتصل بواحد اعرف روحك كيفاش تتصل بواحد بالتليفون القلوة عليك thereof فبقلوا هذه المعلومة تتتصل بواحد ما هو الغرض لانتصال بشخص الذي تتصل بيه باش تتزعجوا تتصل بيه باش تتفرعو تتصل بيه باش تتبكيه تتصل بيه باش تتزعجو ما هو الشيل ما هو الغرض لانتعك اول شي حدو الغرض لانتصال ما هو حدد الموعد الذي تقصر فيه كائن الذي رأى ذلك هو خدام خدام لا تحوس عليه عندما يكمل الخدمة و يأتي بجورني يأتي يقصر بك تتصل بوحد انت تصل به في الوقت الذي يساعده تتصل به في الوقت الذي يساعده تتصل به في الوقت الذي يساعده و تحوس بولادك و تتصل به عندما تتصل حدد الهدف من الاتصال و ترى شخص هذا بل ربما رأى مريض بل عنده موت بل رأى محباط بل رأى كان مسافر بل رأى تعبان بل رأى هذا من الخدمة بل رأى مع البلشان بل رأى عنده مشكلة مع جاره بل رأى عنده خدمة في الدار رأى مع البلشان بل رأى مع البلشان كاش حاجه هكذا في الدار خمم خمم خدم عقلك قبل ما تتصل به الشخص هذاك مرات تتصل به واحد ما زال ذرك نحن في 2017 و 2018 رأى مع البلشان في وقت بكري قال مثلا ما كانش الاميل و ما كانش الهاتف و ما كانش الهاتف خلاص حتى الهاتف الثبت ما كانش موجود قال ترح انتع حتى بكري و كانوا متربيين والله يبعدون مرسول رأى و رأى مع البلشان المكان الفلاني تبعث مرسول قال افولان اراني يجاي نهار الفلان و اراني يجاي انا والحاجة او اراني يجاي انا والولاد و اراني يجايين من اجل الموضوع الفلاني هذك الشخص ذك اللي رك رايح ليه انت هو وراه يوجد روحه كيفاش انت واحد في فرنسا واحد في امريكا واحد في انجليترا في 2017 في 2018 يروح الواحد حتى يقعد له قدام الباب و رك رايح الناس الان خاصة في هذا الالم اراها تبرمج روحه يبرمج روحه الى 15 يوم او الى 20 يوم او الى شهر لما تتصل بواحد تصل به ما هو الهدف انتعك ما هو الهدف انتعك من الاتصال وتعطيله مختصر تعطيله ملخص و فيما بعد هو تعطيله مدة من الوقت ربما يفكر في موضوع اذا كان مثلا قضية مع البلشان موضوع ربما يفكر فيه و من بعد هو تعطيله المدة هذا جلب كاين اللي يتصل بك انتع الوحدة و انتك عنك انترك المباشر 24 الى 24 ساعة غير يلا يتصل بك يلا تجاوبوا ثم يكتب لك اس ال ام و ما جاوبتوش يسبك و يروح تربع تقدب تخلق مايش اخلاق المسلمين هكذا المسلم حتى في الزيارة عنده عنده الاوقات انتع الزيارة كيفش انت تتصل بواحد مرات مريض هو راه مريض في المستشفى و انت تنقله خبر مزعج او واحد راه مريض في الدار تنقله خبر مزعج او واحد يتصل بي انا في حالة لا يعلمها الا الله كين بعض الامر ما نحبش نقولها على العام بسكو على بالي يبالي كين مجريمين و كين خباثاء و كين كده ما نحبش نهضرها على العام والله في حالة لا يعلمها الا الله والله كين امور غل العائلة انتائم على بالهم شو بها يتصل بك و كأنه وراه صاحبك و كأنه وراه مل اقار بنتاك والله غالبا ما بلك واحد من الاقار متاعك مية يهدرلك في موضوع انت معلي بك شبيه اصلا او حتى راه ونقوله مثلا اهدر معك موضوع انت راك انسيتو راك يوميا تتعامل مع ناس يوميا تتصل مع ناس و بعد يحب يركبلك موضوع كأنك انت شغل ظليته و انت تكبرت عليه و انت يوديل عنه بليس تين لما تتصل بواحد لك لما نكون انا صاحبك صاحبك قال مثلا انا قريت معاك و درست معاك و انا عرفك قال مثل ان طيل انت 18 سنة و او 20 سنة و قل او كهني الناس قرأوا معايا محمد خاف الله او ناس اللي قرأوا معايا و درسوا معايا او ذوك نشوفو ما انا عرفوش او عندي 17 سنة محمد خاف ربي عندي 17 سنة و انا و انا راني غريب البلاد واحد يتصل بك اكتبلك ميساج معايا انا في الفيسبوك والله في السكايب والله و احبك انت تعارفوه او دي خاف ربي يخدم عقلك عندك الراس ولا ما عندكش سافرت معاك تغربت معاك خدمت معاك قريت معاك تمحنت معاك خدم عقلك فكر لما انت تتصل بواحد موش بغرفة فقط بياناها باي شخص عليش تشوفوه مرات انتوما في الادارة واحد يتصل قال مثلا يحب يهدر مع المدير وهو لما يتصل يلقى هذك الحاجب هذك ولا ستندريست هذك اللي راه موجود ثم هذك الحاجب راه خدام عنده تعليمات وحتى من تكرار الكلام هو انه كل مرة يصبح لك شخص يعني تخيل انت تكون في شركة والله نقوله مثل مدرسة والله ثانوية في منطقة وهذك المنطقة فيها ربعين الف هو خمسين الف ساكن قال مثل كيما باري فيها الملايين ساكن والخطو ترى معدودة انت لما تتصل هذك اللي تتصل بيه هو ما يعرفكش انت قبل ما تهز التليفون فكر وشارك رايح تهدر رايح تهدر في الموضوع الفلاني مع الشخص الفلاني لما تتحدث انت لما تتصل قدم رحك انت شكون وماذا تريد لما انت تتصل بالشخص هذاك مثلا قل له انت عقب لي المدير لا سلام لا كلام عقب لي المدير وش كون انت يا ما انت يكون تربى تخلق تعلم ما تتصل بيه قال السلام عليكم صباح الخير خوية تقول له كلام انت عقدر صباح الخير خوية انا فلان من المدينة الفلانية قال راني حبيت انتحدث انا مع فلان الفلاني اراني نسيبه اراني ولد عمه اراني صاحبي اراني خالي اراني عشيري اراني كذا هو انت لما تحدث معاه ما راهوش رايح هو يغوص معك في التفاصيل صوفي لك ان راهو انسان كما نقوله مش متربي والله انسان مش متخلق والله مش متأدب لكن عموما هو الانسان هذك راهو خدام الجيه اتصالات العشرات والمئات في النهار ويمل يكره ذرك هو انت لما تتصل بيه تقوله انا فوت لي والله جوز لي كما يقوله خوتنا في العاصمة فلان هو اذا كان راهو ما عندوش تعليمات خطر مرات هو عندو تعليمات يقوله المدير انا متعقب لي احتوى او راني مشغول هوا من بعد يفوتوا لك لكن تلما تتصل بيه وتتصل بيه بالنقير وبالعياط حتى حتى لما تتصل حاول هو انك تبت اسم هاك من الان يعني ذوك مثلا مرات انا ذوك لما تتكلمت تحس في ياب لي راني مقلق رايح تتصل انت بالمديرية ولا بوزارة ولا بولاية ولا بلدية ولا باي مسؤول ولا شخص حاول هو انك تكون انت لطيف في الكلام تحاول هو انك تكون انت لطيف تبتسم حتى الابتسام هذي كتبان في الكلام تاك وفيما بعد انت الشخص هذك اللي رك راح انت تتصل معه لما انت تتصل معه بلا باقة وتهدر معه انت بادب و باحترام رايح هو يسمع لك و رايح ربما حتى اذا كان حاجة مشرعة و رايح يديرها لك بل يقول يديرها لك لما انت تتحدث معه كين اللي هو يتحدث ثم ثم يدخلك نكتة والله وسموه ويلطف الجوه هذك وفيما بعد يا صحب انت لما تعيط الواحد تقوله عقب لي فلان تروح انت مثل كين مرات هو انك انت تروح الكازارنا كازارنا ثكنة عسكريا رايح عندها قوانين انتاحة عندها اسرار شركة كيف كيف المؤسسة كيف كيف الجامعة كيف كيف وكل المؤسسات رايح عندها القوانين انتاحة وعندها النظم انتاحة وعندها عندها الاشياء اللي هي تنظمها وكذا اذا انت لما تروح تتصل بواحد سواء كان مسؤول سواء كان مواطن عادي وكل واحد وراه عنده المستوى التفكير تعوي المستوى انتاحة الاستياءة بنتاعو لما انت تروح تهدر مع طفل مش كيف مارك راح تهدر انت مع رئيس جمهورية كين بعض الاشياء التي لا تقال في بعض المجامع هكذا وين انه يكونوا الناس مجمعين في بعض الامور كين مرات انت راك تحكي معه تقصر معه ويعطيك يا جرحك على امور هكذا كتفها لماذا لانه مش متربي لانه مش متأدب لانه مش متخلق لانه كذا كين ناس دي كما يقولوا انزلوا الناس ما نازلهم تلما تكون تحكي مثلا مع واحد راهو قال مثلا مع لبالي شانا يا راهو عنده مستوى تكون تحكي معه تحتقر انت تقول انت كلمات هكذا اللي انت تتقيسوا بها والله مش كيف مركح تحكي انت مع واحد اللي ربما راه هو مد من انت مخدرات وراه مع لبالي شانا سكير وربما لا شرف له ربما لكذا حتى حتى اكما تشوفه سبحان الله اني نشوفه في فيديو واترها موجودة قادر اي انسان يطالحها تشوف كيفاش انت انسان كيفاش يتعامل معه اسد معه دب يتعامل مع حيوانات ويتشوف كيفاش هو يلينها من خلال المعامل انتعوه كيفاش هو يلين هذه كله اسمه بالاضافة الى انه الضغط الضغط مرات هو انه الانسان لما يكون تحت الضغط مش كيف ما الانسان اللي راه هو بعيد للضغط الانسان اللي راه هو غريب راه عنده ضغوط الانسان اللي راه فيه مسئولية معينة راه عنده ضغوط اليوم راني تحدث في هذا الموضوع انتع الاتصال وبطبيعة الحال يعني جبت بعض الافكار فقط يعني لو الواحد يتوسع في هذا الموضوع راه هو راح يقعد وقت كبير المهم حبيت فقط هو انه نطلب من الاخوة والاخوات خاصة من الشباب يعني اللي ربما ما عنده مش تجريبة هو انه تخذوا هذه الامور بعين الحسبان يعني ما تبقاش انت هو انك تلوم على الناس ربما راه الطريق انت الاتصال انت عكب بشخص تخليه ربما هو يتنرفس واحد ما تعرفه ما يعرفك تجي واحد انت تقول له خائن واحد ما تعرفه ما يعرفك تجي تقول له انت كلام يعني وكأنك انت رك عايش معاه ورك تعرف يعني كي شغل انت اتقي ربك انت واحد كتب تعليق والله مع لي بايش انت تسجيل والله ما تعرفوش الناس تعرف بعض هالبعض عاشت مع بعض هالبعض ومع ذلك راهو يوقع السوء التفاهم مرات حتى بين الزوج والزوج عايشا مع بعضهم ويكلوا كما يقولوا في مثرد واحد ويناموا فوق فراش واحد وعندهم اولاد وعندهم كذا وعندهم كذا مع بعضهم وراهو يحدث سوء التفاهم فما بالك انت مع انسان بعيد علي كل البعد لا من الثقافة ولا من العمر ولا من كثير من الاشياء ويجي لا يعرف يتكلم معك ولا يعرف يتصل بك وفيما بعد هو يحملك بعض الامر اتقي الله يا صاحبي خدم عقلك قبل ما تتصل بواحد اعرف السن انتاعه واعرف السن انتاعك اعرف المستو انتاعك اعرف المستو انتاعك حددوا شركة راح تتحوس منه وحاولوا انك تتصل بأدب بأخلاق خاصة انه انحن مسلمون انتاعك تدير صفحة عندها وسمه مهمة محددة تنقش مواضيع مختلفة تتعلق بهذا الموضوع واحد ما يعرف طرق الاتصال ولا يعرف الميديا ولا يعرف تأثير تاها ولا يعرف اسمه ويجي هو تصل بك ما على بلو بروحه حتى وشراه ويجي وكاين بعض من الناس لما يشوف واحد قال مثلا في قضية معينة قال مثلا واحد حلت مشكلة انتاعه في السكن او مثلا في العمل او مثلا عنده في مارض معين ولا فاهم بالخلاص الناس كلها هكذاك لا ربما هذاك الانسان اراه ربما اراه هذاك الانسان اراه احسن الاتصال ربما اراه احسن هو الحديث في الوقت المناسب ربما تعلق مثلا اراه قيل حدث عالمي مثال حدث عالمي اراه دنيا مقلب عليه وانت تروح تتحدث انت في هذاك الوقت الكلام انتاعك ما عنده احتمانه واحد مرة ورح يسمع به لماذا لانه هذاك الحدث العالمي راه مغطي على الكلام انتاعك لذلك انت لازمك تختار الاوقات اللي تحدث فيها تختار الاوقات اللي تنشر فيها تختار الاوقات اللي انتا تعلق فيها تختار الاوقات اللي انتا تتصل فيها تختار الاوقات اللي تتصل بها تختار الاوقات اللي تتصل بها مثلا بين العصر والمغرب ليش كيفما تتصل الغ dating او الربعーナ t Things مرتات يتصل بك واحد او طار عليه النوم طار عليه النوم والاش احبي قصرة معاك واحده مرتو و بولادو تعيض تلك họ الثلاثة تلك العربعرة و طار عليك النوم قلة التربية قلة ادب مرتات واحد تتصله هو أتذى mutation استاذ جامعة وتراك اتذاوع الق уверيش انا ما اعرفكش يتصل بك كأنك انترك التلميذ عنده ويهدر معك كيما راه يهدر مع تلمذاك في القسم انت الوظيفة انتعك هذيك رب يزيدك وربي يعطيك وربي يزيد يطلع الشأن انتعك ولكن الوظيفة انتعك هذيك اراها مع ابناء المنطقة انتعك اللي يراهم يعرفوك انترك في الفيسبوك اراه قادر اي انسان اراه هو يقول باللي انا راني استاذ جامعي اي انسان يقدر يقول انا راني دكتور اي انسان يقدر يقول راني بحث انا يشوف فيهم انا يوميا كان الناس اللي ديرين دي بروفيل والله كان حتى اللي نعرفه معرفة شخصية مستوى انتعه محدود جدا هو يحط لك راه وقار في جامع انتع كاليفورنيا بالتالي انتع هذيك الامور هذيك انتع البروفيل وانتع كذا والله ممكن لما تكون الناس صادقة ممكن هي ربما تعطي فكرة على الشخصية مثلا فلا ديسكريبسيو هذيك والله ممكن بس انت احنا رانا في الانترنت اراه قادر اي انسان هو يتقمص شخصية كان اللي راهوا لعبها داعية كان اللي راهوا لعبها باحث كان اللي راهوا لعبها مالي بنشانا انت لما تتصل بواحد احسن الاتصال من بعد الامور تجي واحدا لكن مش يتهز انت معاك هذيك المنصب انتعك انت واحد راه ويهدر معاك جادارمي أساس ان وره ويهدر معاك بلا اوامر في الفيسبوك مش يتلعب على روحك يا الله مش يتلعب على روحك عراك جادارمي عراك انت الضابط عراك if the cannine بينتنك يما يقلوش الاجيزة توجبت بكري بينتنه سبع جبال و سبع بحور جيت هدر معايا انا على اساس انت ركد ضابط وعلا اساس انك انت ركد وزير وعلا اساس انك انت ما علي بليش انشكون وظيفتك خليها عندك انا رأنا في موقع اللي هنا انا ذرك الان عندي مثلا صفحة هذه صفحة هذه المصالحة او صفحة تعي في اليوتيوب ما عنديش الوقت مش يتكبر ما عنديش الوقت على جلبه انا نبقى في اخذ ورد مع مجاهيل ومع اشباح واحد هو ويجي يسبك تدخل انت البروفيل سفر مشاركة لا تعليق ولا تسجيل ولا هم يحزنون لزابونين تعو زيرو ما انت انه شخص هذا كرا وفتح حساب علاجلك انا وش نديرلو نبلوكي وراح زيد عاود افتح واحد اخر نبلوكي زيد عاود انت اقعد انت حاب تشغلني انا انشغلك تحب تشغلني باش نبقى انا في اخذ ورد معاك عندي ذرك سنوات ونا في الانترنت هذه هي السياسة انتائي مع هذ الناس اذا اخو الاخوات حبيت فقط في هذه المداخلة هو ان اشير الى هذا الموضوع انت الاتصال لهو مهم جدا لماذا لانه هو مفتاح اللي امور ستأتي فيما بعد لما انت تعرف تتصل بشخص او تعرف تتواصل مع شخص او مع مؤسسة في هذ الامور هذي لما انت كيفاش انت تكتب رسالة انت طلب بعمل ولا كيفاش انت تتصل حتى بالهاتفاك ذك انت باش تدير الطلب انت عمل ولا كذا كيفاش انت تطلب من المسؤول هكذا كله الناس راها تدرس الناس راها تقرأ كيفاش تتصل وكيفاش تتواصل واحنا للأسف الشديد ربي يجيب جيبه واطلق للشارع خلي الشارع فيما بعده ويكون يجي انت مرات انت واحد راها يقصر تشوف انت زوج ولا ثلاثة راها مقصرين مع بعضها مرام زعمة شغول يحكيو تقول انت بقار بقار حمر لماذا مكانش تشوف انتا العياط الخزراء الكذا ما نش عارفنا بالعكس تشوف ناس آخرين تشوفهم راها متهوشين ولا تقول انت را ما يقصروا لماذا لانهم يختارون الالفاظ في الاوقات المعينة وحتى يعرفوا كيفاش يتواصلوا مع بعضها مو ثم ثم يفريوها حنا حتى تعود الدبوس وتعود الفاس يضرب للراس والشطرب والسيوف حتى وصلت الناس للذبح وتروح تلقاها على فرغ المشغول على حاجة تفهدورين ديتو لذلك الاخوة والاخوات هذا المسألة انت على الاتصال مسألة مهمة جدا مهمة جدا لا في البيت تصل انت مع باباك ولا مع امك ولا مع اخوك ولا معاك ذا مع الاقار بتاعك ولا في مع الجيران ولا مع المحيط متاعك ولا حتى مع الحيوانات قررنا نشوفوا فيهم حيوان اصلا من بالله تشوفوا فيهم انت كلب تشوفوا يغيب عليهم ولا تشوف كيفاش ي لما يجي يتربه بالفرح حنا يا صاحبي ناس يقول لك مسلم وعنده نفس اللغة وعنده نفس الثقافة وعنده زموه وعيش معاه وابن المنطقة تحضر معاه تقول انت المهم الاخوة والاخوات اتمنى هو انرني افدتكم ببعض الامر المتعلقة بهذا الاتصال سأحاول ان شاء الله في مداخلات اخرى اللي تتعلق بهذا الموضوع انت خدم عقلك على جل باش ان شاء الله نفيده بعضنا البعض من خلال تجارب يعني نتحدث نتحدث من تجارب صلاة لي انا شخصيا وصلاة الناس اللي قدامي نطلب من كل اخوة والاخوات هو انه يحسنوا هذه المسألة لانها مفتاح للاشياء كثيرة تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر